اهلا بكم حبيبي طلاب جريت سريف درس جديد على قناة برايفت ماس لسنز الي ان شاء الله هناخد لسن 57 اللي بعنوان سبتراكتنج يوزنج استراتيجز الدرس بتاعنا النهاردة تقريبا زي الدرس اللي فات هنتعرف فيه ونراجع الطرق اللي بنعمل بيها سبتراكشن هنتعرف على بعض الطرق اللي محتاجة رسم وحنراجع برضو الطريقة الاساسية اللي احنا عارفانها من زمان ونشتغل بيها على طول يلا مع بعضين نبدأ اللسن لو انا عايز اعمل سبتراكت لسري هندرد ايتين مينس وان هندرد فورتيفين ايه الطرق اللي ممكن اعمل بيها الابريشن دي اول طريقة عندنا اللي هي طريقة البليز فاليو بلوكس ايه البليز فاليو بلوكس احنا عارفنا من قبل كده اننا النمبر لي بلوكس عندي ده بلوكس اسمه يونتس او وانز وده بلوكس اسمه تنس وده بلوكس اسمه هندردز ادي البلوكس ايه الديجيتس بتاعت النمبر لما اجيحطها في البلوكس دي بتاخد فاليو على اسم البلوكس يعني ال ايد ديت لما اجيحطها في الوانز تبقى ايد بس لو جيت حطتها في التنس تبقى ايتي لو جيت حطتها في هندردز تبقى ايد هندرد تمام طيب ازاي نستعمل الطريقة دي عشان اعمل الابريشن دي نعمل ايه بناخد النمبر اللي في الاول او النمبر الكبير اللي هو بنسميه ايه المانيويند المانيويند اللي هو النمبر اللي في الاول هو هنا عندي سري هندرد ايتين سري عندي يعني ايه يعني سري بلوكس كل بلوك في ايه في هندرد والوان دي يعني ايه يعني بلوك واحد بس من البلوكات بتاعت الايه بتاعت التنس جميل والايت يعني ايت سمول سكويرز يبقى انا لما اجي ابدأ المسألة برسم الايه المانيويند او الايه الجريتر نمبر طيب عايزين نعمل Vallad –145 نبدأ اول حاجة middle units utveckp ganhar 5 نناسبical 5 من hans عندما اخذ sell prc كيف يبقى كام يبقى سريقة هم يبقى عندي هنا كام يبقى هنا سريق وبعد كده اعمل ايه اجعى التنس ناخد من التنس فور نيجي نروح للتنس نبص عليها نلاقي فيها جاست وان تنس طب ازاي حاخد منها فور وعشان كده نروح للبلوكس بتاعت الهندردز ونعمل بورو انجليها نقول لها من فضلك تعالي وتفكي عندي هنا عشان انا ما عنديش تنس يجي البلوك كده يروح يبقى فين يبقى هنا لما يجي يتفكي هنا بقى عندي كام واحد منهم بقى عندي وان في الاول اهو وخدت تان يبقى عندي 11 بلوكس نشيل منهم كام نشيل منهم فور ادي وان ادي تو ادي سري ادي فور يبقى كام وان تو سري فور فايف سيكس ان سيفن ويبقى هنا فيه كام ويبقى هنا فيه سيفن نيجي البلوكس بتاعت الهندردز بعد لما خدت منهم واحد يبقى كام واحد عندي يبقى الاتنين دول طيب هناخد منهم كام هناخد منهم وان اهو شلنا اهو شلنا بلوك كده يبقى يبقى كام يبقى عندي هنا برضو ايه برضو بلوك يبقى عندي الانصر بتاعتي تبقى ايه الانصر بتاعتي تبقى طبعا الطريقة دي اولاد مش هنشتغل بيها دي بس احنا بنفهم كده ايه اللي حصل طيب نيجي الطريقة التانية اللي هي أنا عندي المسألة بتاعتي كتعاملة ازاي 318-145 ال145 عبارة عن ايه عبارة عن 100 plus 40 plus 5 يعني كتبناها بالايه بالexpanded form فكناها كل ديجت ادتلوا الفاليو بتاعته نيجي نعمل ايه بقى يا ولاد ال318 دي اول هوب يعني اول نطة اول نطة هعمل ايه هشيل منها الهندرد يبقى لما جهشيل منها الهندرد يبقى السري تبقى كام تبقى 2 وبعد كده اعمل ايه ال218 ديت اشيل منها ال40 بعد كده نعمل ايه السيرد هوب او القفزة اللي بعد كده ان انا اشيل يبقى انا النمبر ده اشيل منه ال5 ديت يبقى وبرضو الطريقة دي اولاد مش هنستعملها احنا هنستعمل الطريقة اللي احنا متعودين عليها على طول اللي هي بنحط النمبر ستحت بعضها وبنعمل بوروينج لو النمبر اللي تحت جريتر زين اللي ايه اللي فوق احنا هنا بنشرح السكند استراتيجي اللي هي النمبر لاين هوبس بنيجي نبدأ بالنمبر الكبير اللي هو 318 هشيل منه ايه انا عندي ال145 عبارة عن 100 بلاس ال40 بلاس ال5 يبقى اول حاجة نشيل ال100 كلمة نشيل يبقى انا برجع بالنمبر ولا بطلع له قدام لا النمبر بيقل النمبر لما يقل نمشي ايه نمشي تورد سلافت ناحية الايه الشمال كده يبقى انا اول حاجة هنزل ال100 يبقى ال318 تبقى كام تبقى ال218 وبعد كده اشيل مين وبعد كده اشيل ال40 لما اشيل ال40 من ال218 قلنا هتديني 178 ايه عند ال178 اشيل منها ال5 اوصل للنمبر الاخير ده اللي هو 173 اللي هو 318 ده شرح بس بسيط كده للطريقة دي تعالوا بقى نشوف السيرد استراتيجي اللي هي الطريقة اللي احنا متعودين عليها اللي بنسميها يعني هناخد كل بليس مع البليس اللي تحتين ونبدأ من ايه من الright وكلمة regrouping يعني لو لقيت بليس في عدد قليل ممكن ناخد من الدجتس اللي جنبه او البليس اللي جنبه مجموعة والمجموعة دي اعيد تكوينها في البليس بتاعي زي هنا كده نبدأها زي المسألة دي 8-5 يبديني كامي ال8 اشيل منهم 5 هيديني 3 نيجي هنا ال1 اشيل منه 4 ينفع لا طبعا يبقى لازم اعمل عملية regrouping يعني ايه regrouping اخد 1 من السري تبقى كام تبقى 2 طب ال1 ده لما يجي يتحط هنا في البليس اللي اسمه التنس هيحصل له ايه ال1 ده اصلا جروب يبتدي يتفك هنا بتن يعني باخد البلوك من هنا وافكه وبعد كده اعمل regrouping ال1 مع التن عملناهم جروب اسمه 11 دلوقتي ال11 اقدر اشيل منها الفور يديني كام يديني 7 وهنا يبقى 2 مينس 1 يديني 1 وطبعا ديه الطريقة اللي احنا عارفينها ومتعودين عليها طيب حنيجي نشوف مع بعضينا الفاكت فاميلي زي ما اخدنا فاميليز في الملتبليكيشن والديفجن في عندي فاكت فاميلي هنا في السبتراكشن نمسك الاكزامبل بتاعنا 318 minus 140 equal 173 النمبر الكبير بنسميه المينيويند والنمبر اللي بعده اللي هو باخده منه اسمه ايه سابترهاند يبقى عندي المينيويند وعندي السابترهاند اللي حيطلع بقى اسمه ايه اسمه الديفرنس في الملتبليكيشن كان فاكتر وفاكتر وبرودكت في السبتراكشن مينيويند وسبترهاند وديفرنس ايه الفاميلي اللي عندي الفاميلي بتقول ان التو نمبرز دول لما اجعمل لهم بلاس يديني الايه المينيويند تمام ولو جيت قلت المينيويند minus 173 يديني 145 يعني البداية عندي من هنا لو جيت ده حطته مكان ده تبقى المسألة مظبوطة او 318 minus ده يديني ده ولو جيت عملت للاتنين سام يديني المينيويند ولو جيت بدلت مكان الاتنين برضو يديني برضو المينيويند لو اعجبكم الفيديو اشتركوا لايك لصفحاتنا على الفيسبوك والانك الصفحة موجود في الفيديو نحن نرى الاتشيك بوينت الجميلة يقولي use any strategy to find the difference of 563 minus 280 يقولي كمان check your answer using the fact families هنعرف في الاكسرسيز ده ايه هي فايدة الفاكت فاملس طيب نبدأ المسألة بالستراتج بتاعتنا المعتادة اللي هي الري جروبينج استراتيجي اجي حط النمبر كبير فوق ادي 563 احط تحتيها 280 يلا نعمل 3 minus 0 يعني 3 اخد منه 0 كده هو قال لحاجة ما قالش يعني 3 تدل زي ما هي 6 minus 8 عايز اخد من 6 8 ينفع ينفع نمبر صغير ناخد منه نمبر اكبر منه ازاي طب هنتصرف ازاي نجي على البلس ده ناخد منه 1 يبقى 5 تبقى كام تبقى 4 طب ال1 ده لما يجي يروح هنا يتفك بكام يتفك ب10 وال10 دي هتتحط على مين على ال6 دي لما نيجي نعمل لهم ال6 وال10 مع بعض يبقوا كام يبقوا 60 عشان كده بنقول ان ال1 اخده احطه جنب ال6 تبقى 60 حط ال8 in our mind وبنكون لحد ما نوصل لل60 نقول كده بعد ال8 ونعد على صوابعنا 9 10 11 12 13 14 15 16 ابص على ايدي لقى نفسي عديت 8 fingers يبقى نكتب هنا ايه نكتب هنا 8 طيب نيجي للبلس اللي بعده هنا فيه 4 وهنا 2 4 لما اخد منهم 2 يديني كام يديني 2 يبقى الانصر بتاعتنا ان 563 minus 280 equal 283 يلا نعمل تشيك عن طريق الفاكت فاميلي احنا قلنا ايه مش احنا قلنا ان المانيوين لما عمله minus سوف يديني و لو اخدنا plus difference اللي اثنين نضعم what do you think ليس لازم يديني ده لازم يديني ده طب يلا نتشيك هنا اللي تشيك بتاعي هنقول كده 片 سوف نضيف عليه lite difference ونعمل plus zero plus three يديني three eight plus eight نكونت من بعد 8 eight يديني 16 six and we have one 1 plus 2 3 plus 2 يديني 5 اللي هو فعلا المنوين يبقى أن الإجابة بتاعتي مظبوطة يبقى أن الفاملي بتاعتي سليمة وفعلا ده مينس ده يديني إيه يديني ده طيب يلا نشوف البركتس اللي بعد كده تمام هنستعمل طريقتين أول طريقة بتاعتنا اللي هي الطريقة المعتادة هنقول 651 minus 123 1 minus 3 ماينفعش هناخد 1 من 5 تبقى 4 وال1 ده يروح هنا بتان يتضافع ال1 ده ويتعمل ريجروبين يبقى ال1 بقى 11 يلا 11 minus 3 نكون من بعد 3 لحد ما نوصل لل11 أو أعمل كاونتين جداون لل11 by 3 نوصل لل8 4 minus 2 يديني 2 و6 minus 1 يديني إيه يديني 5 يبقى الأنصر بتاعتي 528 طيب عايزين نعملها بطريقة تانية طريقة تانية أننا 123 أكتبها بالإكس باندت فور اللي هي 100 بلاس 20 بلاس 3 وبعد كده أقول 651 هشيل منها أول حاجة الهندرد دي أول هوب يديني كام سهل إنه ناخد 100 من النمبر ده أكني باخد 1 من الهندرد ده بلاس يبقى 6 عندي تقل تبقى 5 يبقى 551 وبعد كده ناخد 551 نشيل منهم كام 20 لما أخد 20 من الهندرد ده بلاس 2 5-3 يديني 3 يبقى ده يتحول ل 531 ايه آخر هوب أو اللاست هوب بتاعتي إن أنا أول 531 هشيل منها 3 من اليونتز يديني كام ال1 طبعا ما ينفعش أخد منه 3 هناخد 1 من 3 تبقى هنا 11 يبقى 11-3 يديني كام يديني 8 وعندي 3 تبقى 2 وال5 عندي زي ما يبقى فعلا نوصلنا لنفس نفس الأنصر يلا اللي بعد كده 735-206 5-6 ما ينفعش هنبرو 1 من 3 تبقى 2 وال5 تبقى 15 وعرفنا طبعا إزاي جات 15 ال1 لما تفك هنا تفك بتن التن تعمل لها regrouping مع ال5 أصبحت 15 يلا 15-6 نكون من بعد ال6 لحد ما أصل لل15 نلاقيها كام هنلاقي نفسنا عدينا 9 وبعد كده 2-0 2 أخد منها 0 يبقى ما أخدش منها حاجة تفضل زي ما هي وال7-2 يبقى الانصر بتاعتي 529 يلا نستعمل الطريقة بتاعته 200-6 200-6 دي عبارة عن ايه عبارة عن 200 بلاس ما فيش حاجة في التنس يبقى بلاس زيرو يبقى بلاس سيكس على طول يبقى دي هعملها جاست 2-0 نكتب النمبر الكبير المينويند 735 أول هوب أخد منه 200 أكني باخد من ال72 يديني كام 535 وبعد كده 535 ناخد منها كام ناخد منها 6 طبعا دي تتحول ل 15 دي تتحول ل 2 15-6 يديني 9 والننزل ال 2 والننزل ال 5 يبقى هي برضو 529 ملأ جابتي مزبوط يلا أخر واحدة معنا 127-35 ناخد بالنا يا أولاد نحط الديجتز تحت بعضيها بالزبط 7-5 يديني 2 2-3 ما ينفعش لأن 2 لزان 3 يبقى حنبور 1 من ال 1 يتحول ل 0 ويروحوا هنا بتل مع ال 2 يبقى 12 12-3 يديني 9 وطبعا هذا 0 ينزل وعلى ال LEFT ما يكتب طبعا هنا نعمل الثاني أنا عارف أن 35 عبارة عن 30 بالأصل 5 يبقى 127 أول هوب أخد منها 30 يديني كام أكني بأخد من 2 3 مش هينفع يبقى حنبور 1 من هنا تبقى 12 12 minus 3 يديني 9 وال 7 تنزل يبقى 97 97 أخد منها 5 تديني كام 5 سأخدها من ال 7 يعني هاخد 5 من 7 يبقى تديني 90 92 طبعا حاجات سهلة جدا ودي الطريقة يا أولاد اللي هنشتغل بها اللي هنشتغل بها اللي هنشتغل بها اللي هنشتغل بكده اللي هنشتغل بكده خالص نيجي نشوف الالكسرسيز اللي بعد كده بيقول نحل باللسطراتجي طبعا نحل باللسطراتجي اللي هنشتغل عليها وبعد كده يوز الفاكت فامل لتشيك والبعد كده هنعمل التشيك على الأنصر بتاعي أول بروبل ما عندي بيقولي 684 minus 232 نعملها ازاي اهو 684 minus 232 يلا 4 minus 2 يديني 2 8 minus 3 8 أخذ منها 3 يديني 5 6 لما أخذ منها 2 يديني 4 طيب أنا عايز أأكد على الحل بتاعي أنا كده صح ولا غلط احنا عرفنا ان المنون بيأكوال ايه بيأكوال السابترهند بلاس الدفرنس يعني لو قلت ده بلاس ده يديني ده يبقى اعمل ازاي تشيك على نفسي أخذ الأنصر بتاعتي أعمل لها 2 plus 2 يديني 4 5 و 3 يديني 8 4 و 2 يديني 6 أول ما أردت أنه هو هو فعل المنون عندما بدأت بيأي يبقى الحل مظبوط يلا نرى اللي بعد 790 minus 50 سهل 0 minus 0 يديني 0 9 minus 5 يديني 4 وال7 تنزل أعمل تشيك على نفسي ازاي اضيفه في الأول وارجع اضيف عليه السابتور هان شوف هيديني ايه 0 plus 0 يديني 0 40 59 وال7 تنزل نبص هنا نلاقي المينويند هو 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 اللي هنا يبقى الحل مظبوط نيجي المسألة اللي بعد كذا 855 minus 105 5 minus 5 يديني 0 و 5 minus 0 يديني 5 8 minus 1 يديني 7 عشان نتشيك ناخد نضيف عليه أو نقاد عليه السابتور هان يبقى دي 105 0 5 يديني 5 5 0 يديني 5 7 1 يديني 8 يطلعني المينويند مرة تانية طالما ده زي ده وانا الحل بتاعي مصبوط يلا اللي بعديها 3,489 minus 1,263 9 minus 3 يديني 6 8 minus 6 يديني 2 4 minus 2 يديني 2 3 minus 1 يديني 2 عشان نعمل ناخد نكتبه هنا كده ونعمل عليه للسابتور هند ده 1,263 يلا 6 plus 3 يديني 9 2 plus 6 يديني 8 2 plus 2 يديني 4 2 plus 1 يديني 3 نبص باعننا هنا ونبص باعننا هنا نلاقي المينويند ده ظهر لمرة تانية بأن الحل بتاعي مصبوط يلا اللي بعد كدس 8,600 minus 4,300 0 minus 0 يديني 0 0 minus 0 يديني 0 6 minus 3 6 لما اخب منها 3 يديني 3 ونقيت لما اخب منها 4 يديني 4 ناخد هذا الهدفرنس ده اللي طلع المرة دي حقق عليه السابتور 0 plus 0 يديني 0 0 plus 0 يديني 0 3 و3 6 4 و4 يديني 8 المينويند نظهر لمرة تانية بأن الإجاعة بتاعتي مصبوطة يلا اخر مسألة معنا 1330 minus 1270 0 minus 0 يديني 0 3 minus 7 هل 3 ينفع اخب منها 7 لا طبعا 3 لزا 7 سنأخذ 1 من 3 كده تبقى و1 يروح جنب 3 تبقى 13 يعني راح جنب 3 هو راح أصلا بتان وعند 3 اتعمل لهم ري جروبينج أو حطناهم على بعض يديني 13 يلا 13 لما أخذ منها 7 يديني 6 2 minus 2 يديني 0 و1 minus 1 يديني 0 والزيرو إذا أعرفت لا تكتب يبقى الديفرنس إذ إذ 60 يلا نتأكد نأخذ 60 نقاد عليها السابتر هانت 10 1270 00 يديني 0 60 7 13 3 and we have 1 as a car 1 plus 2 يديني 3 ونزل 1 يطلع مع المينويند مرة ثانية يبقى الإجابة مظبوطة وبكده يخلصنا الليسون درس سهل جدا رجعنا فيه كيف نفعل سابتراكشن وعرفنا فكتة مهمة جدا أن المينويند يقوم سابتراكشن بلا سابتراكشن يا رب وفهمت الدرس كويس وبتوفي إن شاء الله اشتركوا في القناة